أعلن وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس يوم أمس أن الاتفاق النووي الإيراني يصب في صالح الولايات المتحدة ما يتعرض مع تلويح الرئيس ناد ترامب بالانسحاب منه ووصفه بالمعيب للبلاد وقال ماتيس إنه في حال التأكد من أن إيران تحترم الاتفاق وأن الاتفاق يصب في صالح الولايات المتحدة فمن المؤكد أنه يجب الحفاظ عليه